أنا عايز أتكلم كمان عن روعة الجماهير بصراحة رقطة محترمة يعني الملحد لما يشوف حاجة حلوة لازم يعلق عليها المشهد كان رائع جدا وكان في حالة من الفرحة وحالة من زي كنت بقول لحضراتكم مش فكرة فوز وخلاص المباراة دي ما كانتش فوز فقط المباراة دي فيها استعادة للثقة والروح الأهلي اللي احنا كنا ماشيين عليها وكنا يعني متفقلين بيها جدا جمهور الأهلي في أسوان كان حاجة محترمة جدا وكان بعدات كبيرة جدا وشوفنا دي كان فيه كمان فرحة أهل أسوان يعني الأهلوية هناك بقى فعايزين نقول لهم شكرا وعايزين نقول عمتا لأهل أسوان شكرا للناس المحترمة على الرقي وعلى الاستقبال وعلى كل حاجة حلوة بيقدموه لنا وعلى فكرة انت أي حد فينا حتى لما بيروح أسوان وبيعرفوا ان انت يعني يهو بطبيعة الحال بنتعرف ان احنا مش من أسوان يعني بسي يعرفوا ان انت جاي من القاهرة أو غيره أي محافظة يعني والله العظيم بيبقى فيه تعامل جميل والناس دي بتبقى وقت مش عايزين ياخدوا منك فلوس على طول مبتسمين ناس جميلة وناس طيبة فتحية ليهم بجد كبيرة جدا وكان حاجة تشرف مبارح ونستمر بقى ان شاء الله على كده عندنا كريم شوار طويل جدا وعندنا منافسات شديدة جدا والضغط كل ما المباريات بتخش بقى في الفام في الضغط بتلاقي بقى الضغط على اللعيبة وعلينا كلنا أكيد بيزيد وحنا طبعا داخلين على مرحلة ما يطلق عليه المعمعة بس احنا ان شاء الله قدها بقدوده بإذن الله نجد فيه أداء ونتائج المباريات اللي حيشارك فيها النادي الأهلي الفترة اللي جاية سواء محليا أو قريا ما يرضي جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان